كما كان متوقعاً أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في توكيو صيف هذا العام وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد وأفذ الطرفان في بيان مشترك أنه في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إلى أن الدورة الثانية والثلاثين للألعاب الأولمبية في توكيو يجب أن يتم تأجيلها إلى ما بعد العام 2020 لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة على منظم دورة الألعاب الأولمبية لإرجاء الموعد المقرر على خلفية تفشي وباء كوفيد-19 الذي أدى إلى نحو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم ودفع إلى فرض قيود واسعة على حركة التنقل والصفر وجمد النشاط الرياضي في مختلف أنحاء العالم